سر التقوى هو التجسد عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد وده اللي ملايين من الناس بتقول لا لا مش معقول قال شو عقول قال شو عقول يبعت رسل ماشي يبعت انبياء ماشي يبعت ملايكة ماشي لكن يجيب نفسه في جسم بشريتنا مستحيل لا 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 ربنا لنعرفه ما اعملهاش ده صحيح عقولنا ما تجيبش في اسطلاح كده بالانجليزي مشهور هستخدمه بس عشان اشرح الفكرة دي وبعين هترجمه وبتخفيش مش بتكلم انجليزي يا مورسي انا هتكلم عربي الصلاح كده مشهور وعبارة مأثورة كده يقولك too good to be true يعني يعني الخبر ده كويس قوي لدرجة انه مش معولي بحقيقي خبر too good حاجة كويسة زيادة عن اللزوم لدرجة انها مش حقيقي لا مش حقيقي ده صحيح ده صحيح ده صحيح وياما الناس تصلي اخباركو يصلي اوي 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 فتصدقها فتحبط لان ما بتحصلش صحيح too good to be true في العالم المقولة دي صحيحة ليه لان العالم غير صالح فمش معقول العالم يجيب لنا حاجة too too مش too too وتحط لك شاية اوات كتيرة جده ها العالم الفاسد ما قدرش يجيب حاجة صالحة قوي ما قدرش يجيب من اين هو غير صالح لا يستطيع ان يصنع صلاحا كاملا too good to be true في العالم حقيقيا لكن مع ربنا if it is too good لو مع ربنا لو الموضوع ده حلو قوي 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 وصالح جدا وtoo good لو مع ربنا it's too good ها اذن it is true اذن حقيقي عارفين ليه لان الله صالح because god is good بعلينا البشري ربنا يجيب نفسه للعالم الله الخالق يلبس جسم الخليقة بتاعته ويأتي الى العالم لا لا مش معقول في عالمنا مش معقول احنا ما نعملهاش احنا ما نعملهاش بس لو ربنا الحقيقي اللي الناس ما تعرفوش is too good هو صالح جدا ومحب جدا ومتواضع جدا يعملها ولا ما يعملهاش يعملها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة